سيستفيد موظف قطاع تربية الوطنية من المنح وسلاف خلال الأسبوع المقبل بعد أن استعجلت اللجنة الوطنية للخدمة الاجتماعية لعمال التربية عملية تسديد سلفة الزواج والمنح المتاخرة منذ 2020 لفائدة الايتام والأرامل بشكل خاص مخى تقويذ المرضى عن الأشاغة والعملية الجراحية بالنسبة لهذه النقطة الأخيرة لقاضية المنح أنه كانت هناك بعض اللجان الولائية لم تتحصل على ميزانتها في 2020 الآن كل اللجان الولائية 27 لجنة الولائية الذين تحصلوا على الاحتمال تمت تسوية قضية الميزانية وهي الآن في حساب اللجان الولائية وستشرع هذه الأسبوع في صب كل المنح أو السلف التي كانت علاقة في سنة 2020 دون مساس بأي ملف كل الملف ستسوى اللجنة الوطنية للخدمة الاجتماعية ستحقد مدولات من أجل دراسة مشروع اقتناء السيارات بالإضافة إلى رفع التجميد عن القروض الخاصة باقتناء أو بناء مسكن والمقدر قيمتها بـ 50 مليون سنتيم بالنسبة للسيارات قضية المشاريع القادمة المشاريع القادمة نحن الآن ستعقد اللجنة الوطنية مداولة بعد الحصول على قرار احتمال الميزانية ترسم فيها مشروع العمل السنوي ومشروع العمل للعهداء أكيد قضية سيارات نحن كانت كل مرة تطرح هذه القضية كل مرة يخصص لها غلاف مالي لكن ندرة السيارات في السوق هي التي كانت تحول دون الخوض في هذا الملف نحن نبقى دائما في هذا السدد نحن سنرصد غلاف مالي لسلفة السيارات إذن بعد تجميد دام أكثر من سنة يتم الإفراج عن أموال الخدمة الاجتماعية